سلام نحدي قسومي من القسرين تابع القائمة المستقلة أول الغيث هذه القائمة تهدف أن نحن نوفره اللي نقصنا في القسرين على ما نقدره على مستوى الاجتماعي أن نحن نحاوله باش كل العائلة يدخل فرد من أفرادها يخدم نحاوله أن نحن على مستوى الصحة نحاوله أنه سبطار المستشفى الجهوي بالقسرين نسعو باش نوفره أبسط الأشياء فيه اللي هي مش موجودة اللي هي بلايس يكون عندها مستشفيات كاملة وجامعية نحن مستشفى الجهوي ما فيه حد شيء طرقاتنا ما فيها ما هي شيء معبدة عنا طريق واحدة الطريق هذية تمشي عليها الكيران تمشي وتجي والطريق الأخرى الموازية لها اللي تربطنا ما بين القسرين والكيف مسكرة نسعو باش إننا نحن نحلو الطريق هذية ونسعو إننا نحن باش نعملو سوق موازية تسهل التجارة ما بيننا وما بين الزير وتحل برشة أفاقة لإنه هو الانتصاب ما بين الشباب القسرين وما بين في الجزائر ونسعو إننا باش نحلو ونسعو إننا باش ندار الشباب نحيطوها ونوفروا مناطق ترفيهية للشباب خاطر نحن القسرين معناش المناطق هذية أصل ونسعو إن البلدية اللي في القسرين اللي وقع حلو فيها مشروع باش يحسنوا فيها ومسكرة تولي مدة فيتا تيجي ستة شهور وسبعة شهور نحن باش نحاولو إننا نحن نعاودو نقضوها البلدية ونحاولو وعنا مشكلة زيدا معمل الحلفة اللي هو المعمل الوحيد اللي موجود في القسرين وقع الفليسم تاعو نحن باش نلقو حل نلقو حل المعمل الحلفة خاطر هو قاعد يقوي قرابة تسعمية وثينة وثلاثين عائلة كي يتسكر تسعمية وثلاثين عائلة هذو ما باش يولو للشارع تولي القسرنية الكور ونحاولو إننا نحن نعاونو الشباب على الانتصاب بصفة قانونية وإن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله بمعاونتكم وإن شاء الله نوصلوا صوت باش نحاولو نحكو على النقاط هذو ما وربي يسهل لنا ويسهل للناس يكل والقايمة هذية رهني عملناها نحن وثلاثين من الشباب بعيدة البعد التام عن الأحزاب وباش نوصلوا إنو شباب القسرين ينجم يحكي وينجم يوصل كلمتو ترجمة نانسي قنقر